افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة البرنامج التدريبي في نسخته الخامسة لتأهيل المقاولين والاستشاريين للحصول على شهادات معتمدة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمنشاة والتي ينظمها مركز الطاقة المستدامة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الوزير ميرزا أن الدورة الخامسة من هذا البرنامج التدريبي تأتي من ضمن الخطط التي تؤكد التزام الحكومة الموقرة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من أجل التنمية المستدامة الشاملة كما أشهد الوزير بنجاح الدورات الأربع السابقة للبرنامج التدريبي وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية انعكست على سوق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والانجذاب الملحوظي للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الريع حيث تم تدريب أكثر من 200 مقاول واستشاري من خلال تلك الدورات السابقة وأكد الوزير ميرزا أن الهدف الأساسي تمثل في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة وضمان رؤية طموحة تساهم في نجاح تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والخطط الوطنية ذات الصلة يأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء مهم من استراتيجية مملكة البحرين لبناء قدرات السوق المحلية وتأهيلها لتنفيذ وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وحضر الافتتاح السيد استيفانو بيتناتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المسؤولين وحوالي 55 مشاركا كان من ضمنهم مجموعة من مهندسي هيئة الكهرباء والماء يسعدنا أن نرى هذا الكم الكبير من المشاركين والشركات تشارك في هذا التدريب وبسبب هذا التدريب أصبح لدينا الآن 26 مقاول مؤهلين أدرجت أسمائهم على الموقع الإلكتروني لهيئة الكهرباء والماء ومركز الطاقة المستدامة يستطيع الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية الاتصال بهم وهؤلاء المقاولين مؤهلين من قبل هيئة الكهرباء والماء لتركيب الأنظمة الشمسية لهم ولضمان السلامة والإجراءات الصحيحة في تركيب هذه الأنظمة وإذا أخذنا في الاعتبار الرغبة الكبيرة اليوم الموجودة في مملكة البحرين بالنسبة للطاقة الشمسية فنرى أن جميع الشركات والمجمعات التجارية وغيرها الآن بادرت بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وهذه ثقافة نريد أن نشجعها في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر